مساء الخير وأهلا وسهلا بجميع أهلا فيكم على الأبراج اليومية خلينا نشوف مولود 31 أب العذراء هذا المولود أسعد أيام حياته لما بيتسأله شو عم تعمل بيقولكم أنا مجغول 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 كل مكان مجغول كل مكان أسعد بحياته عنده الحسسات سعى عالية كتير وبيتبع حدثه بشكل كتير واضح هلا المولود بحب أنه الناس تقدروا بعيش حياته من خلال تقدير الناس إذا الناس قلت له أنت شغلك كويس أنت كل شي عندك منيح عطته تقدير أو عطته إثناء فهيك بيكون في منتهى السعادة أذكياء عمليين عندهم الحرص والخوف في الأمور الحياتية بشكل عام يتأثر بعطارد بشكل كبير مما يؤثر على التواصل بشكل فعال مع الناس اللي بحواليه عشان هيك محبوب ناجح ولكن النصيحة أن تحرص على جعل علاقتك بالشريك علاقة بناءة وحاول أن تجد شريك يقدر الإخلاص والرقي بالعلاقة مثلك للأسف موليد 31 الشهر غير عمليين أحياناً ظروفهم صعبة أيضاً هذا المولود يحب المغامرة على عكس باقي العزراء ولا يقبل السيطرة أو التحكم بحياته من أي شخص الكامل كل عام وانتوا بألف خير موليد 318 خلينا نشوف بكرة شو نخبي لكم إن شاء الله مع الاحتفالات والسعادة وأعياد الميلاد إذن غدا يوم جيد لبدايات جديدة لأمور جيدة لإطلاقة جديدة سعادة جديدة أفكار جديدة واتصالات أيضاً جديدة ممكن يجيكون خبر إيجابي بخصوص شيء كنتوا ناطرينه أو ناطروا ممكن يجيك اتصال من حدث لك زمان ما سمعت منه أو ممكن تعملوا بدايات جديدة بخصوص المال أو أعمال أو بخصوص أشياء أحابين تعملوها بحياتكم صلكم فترة عم بتفكروا بهالأمور وفجأة تجي الفكرة بالتوفيق لمواليد 318 العزراء بكرة خلينا نشوف مواليد الحمل ليوم غداً مواليد الحمل بكرة أخبار جديدة أخبار جيدة أخبار بشائر إما بشائر بخصوص إنجاب بشائر بخصوص تحضير للمستقبل لإنجاب أو إنجاب حوال من عندكم بالعيلة أخواتكم أصدقائكم رفقاتكم أو حداً بخطط لشيء إيجابي كمان هناك نوع من السعادة بضمن عائلتكم أو ضمن سعادة نفسية وممكن تحصلوا على أمور كنتوا حابين تحصلوا عليها من فترة وهلأ أجا الوقت إن تجي لإلكم بالتوفيق لبرج الحمل إن شاء الله الثور غداً بدك تحاول شوي تطول بالك لأن الأمور اللي بدك إيها بتحصل عليها بس بدك تجاهد وتعارك شوي لحتى تجيبها لعندك فإذا الشيء أحابب بكرة إنك تشري أو تجيبه أو كذا بدك تحط ضعف المجهود لحتى تحصل عليه طول بالك وما تخاف وبالنهاية النجاح حليفك ليوم غد سواء بالحب أو بالمال أو بالعاطفة بالتوفيق للثور إن شاء الله الجوزاء عزيزي وعزيزتي جوزاء يوم عائلة جيد يوم سعيد يوم قضاء راحة وهدوء وفكر مرتاح مع العائلة مع الأصحاب مع الأصدقاء مع الناس اللي حولينا ما في أي مشاكل بكرة إن شاء الله بيكون يوم جيد ورعي على ألكم الجوزاء بكرة أو قلبكن وما تخافوا وأي الشيء بتكون إياه من ضمن عائلتكم مما حبه من اجتماعات من اللقاءات مع الأصدقاء أوقات سعيدة تروحوا السوق تعملوا شابين تطلعوا وتجوا بكرة كل شيء جيد لألكم ما تحاولوا التعبوح لكم كتير ما في داعي للإرهاق بالتوفيق للجوزاء السرطان يوم غدا السابت عزيزي السرطان عم بتشوف شو هي الأمور اللي حابب تتجاه باتجاهها وبدأ اهتمامك يمكن شوية تكون عنيد بكرة أو شوية ما تسمع الكلام لأنه في بالك أو في براسك أفكار معينة حابين أنتوا تطبقوها على طريقتكم الخاصة حاولوا تتسمعوا للي حواليكم لأنه بإحساسهم أنه أنتوا ما عم تردوا عليهم بفكروا أنه عندكم نوع من شوفة الحال أو التعالي ولكن أنتوا بعيدين كل هالبعد عن التعالي أو شوفة الحال ما عز الله فبكرة نهار جيد لتحقيق أمور من ناحية العملية أو الدراسية ولكن بالتواصل مع الناس والعواطف ليس الأفضل للكم فانتبهوا شوي وخففوا حدة الكلام بالتوفيق للسرطان إن شاء الله الأسد غدا 31 أه السبت عزيزي الأسد بكرة من الأيام اللي حابب تعد فيها مع نفسك حابب تفكر تشوف شو بدك تعمل شو عندك قرارات شو في أشياء تسترجع أفكار الأسبوع الماضي شو عملت غلطت وين وين فيك تحسن يوم جيد لا متل واحد عم يتطلع ببركة مي عم بيشوف صورة وجوه وعم بيعمل إنعكاس داخلي شو عملت شو سويت وين رايح شو مخطت يوم مع الجلوس مع النفس يوم للاعتزال الفني والعاطفي والعائلي يوم للتفكير بشو بدك تعمله بعدين وللتخطيط للأيام المقبلة بالتوفيق لبرج الأسد العزراء غدا عزيزي وعزيزتي العزراء غدا الجو 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 صعب شوي بكرة عواصف لسبب أولي آخر في حياتنا يمكن منحنا نسببها العاصفة يمكن حدا يسببنا إياها يمكن يتفسر كلامنا غلط نكون بدنا نقول شيء إيجابي الناس تفسروا سلبي فبدنا ننتبه بكرة على الأمور الحياتية اليومية اللي عم بتصير معنا بكرة نهار الميزان غدا عزيزي الميزان بكرة أمورك المالية جيدة إذا حبيت تشتري شيء أو تبيع شيء أو تصرف شيء أو تخبي شيء غدا يوم من التوازن المالي اللي حتقدر تقرر فيه شو بدك تعمل مخصوص ميزانية معينة أو دفعات أو نفقات الوضع إيجابي المالي ما في داعي للخوف واللي ناطره رح يجيك إن كنت ناطر مال جايك مأخر شوي بس جايك إن كنت ناطر قرس جايك إن كنت ناطر علاوة جايتك شو ما كنت ناطر ماديا جايلك فما تخاف بالتوفيق للميزان العقرب غدا مطلوب 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 الناس بتحبك بدأت تحكي معك بتتصل عليك بتتسأل عنك بتتواصل معك بتسمع رأيك تلفونات بكرة ما رح توقف جرب شرج بطارية التلفون طبعا كتير منيح لأنه بجوز تفضى أثناء الحديث من كتر الاتصالات أو الرسائل أو السوشال ميديا اللي حيتابعوك وإنت حتتابعوهن وإنت بكرة مرغوب مطلوب محبوب البعض منكم كما يخطط لسفر بكرة بجوز يشتري التيكت تبعوه أو يفتح مجال لأنه يستافر أو يخطط على سفرة قريبة جداً لإله أو يدعى إلى أنه يكون في مكان في سفر ونزهة لإله فبالتوفيق للعقرب غداً ودير بالك على صحتك بكرة لأنه كل واحد بده ياخد منك شوي القوس وضع القوس غداً وضع جيد مع العائلة مع الأخوة مع الأحباب مع الأصحاب مع اللقاءات العامة مع الناس أو بالمجتمع أو حتى على الصعيد العملي ما فيه كثير تركيز على الجديات فيه تركيز على العاطفة على المحبة على نوع من التفاهم العام عم بيدون حواليكم بكرة بأثناء النهار أما من العشية فحتما رح تقضوا مع العائلة يا أما حتكونوا عم تفرجوا على التلفزيون أو البعض منكم حيحاول يتواجد مع كثير من أفراد عائلتهم ممكن يكون فيه احتفال ممكن يكون فيه لقاء لشيء له احتفال بعيد ميلاد أو حفلة أو ولادة أو خطوبة أو أخبار جيدة مشاركة مع العائلة وسعادة وأفراح أو مع الأطفال والزوجة أو الزوج بالتوفيق لبرج القوس غدا الجدي واحدة وثلاثين وثمانة ليوم السبت غدا عزيزي الجدي بكرة نهار جيد جدا للمال والأعمال ولقاءات مالية وتعديل جدول أعمالك بشكل كتير جيد وإجابي إذا كان فيه عندكم شيء حابين تخلصوا من ناحية الدرس أو العمل أو حتى أشغال أو أسفار تتعلق بالعمل أو اتصالات فيوم غداً رائع جداً لتحضير الأجندة تبعكم لكتابة مواعيدكم لتسجيل الأشياء اللي بتكون تعملوها أفكاركم أو اتصالكم مع الشركة وإذا كنتم معطلين حتى وإنتم بالبيت ممكن تكونوا عم تشتغلوا يوم إيجابي بتخلصوا فيه أشياء كتيرة وإذا كان هناك نوع من الأعمال العالقة فإن شاء الله بكرة تجزوها أما الأشخاص اللي ما عم يشتغلوا فهو يوم إيجابي على سعيد عام الحب العاطفة العائلة ما في أي مشاكل بكرة وعندكن أمال وتطوعات إلى المستقبل بالتوفيق لبرج الجديد الدلو مولود الدلو بكرة عزيزي وعزيزتي الدلو 31 آب أو شهر 8 بكرة مخبي لكم نوع من الاختيارات الغير واضحة فيه أشياء بكرة حابين تقضوا وقت عليها تقولوا أنا عندي شي بدي أعمله بس مني محدد شو هو مش عم بقدر حدد بأي اتجاه رايح أفكاري مشوشي شوي أو ضايعة شوي ما نحاولوا بكرة تزركوا حالكم بمطرح ما تصلوا لنتيجة تعطوا حالكم فرصة أنه مثلا بتكون تعملوا شي بس مش محددين شو هو بتكون تعملوا جدول للنهار بس مش عارفين منروح مناكل بالأول أو منروح على السوق بالأول أو بتصل على المكتب بالأول فيوم غد نوع ما فيه تحديدي كتير خدوا الأمور بالراحة وشوي شوي مثلكم فترة عم تشتغلوا بوضع جدي أو عم تدرسوا بشكل جدي فبكرة خدوا نقاها من الدرس الجدي ومن العمل الجدي ومن متابعة أمور جدية بالتوفيق للدلو الحوت عزيزي وعزيزتي الحوت غدا يوم من الأيام اللي يمكن ما يكون الأفضل بهذا الأسبوع ممكن فيه أشياء تزعجكن أو أخبار تجيكن أو حدا يقلكن شي أو تحسوا إحساس بخسارة مثلا الخسارة هون تعني مثل شيء واحد فقد صديقه أو فقد حدا الفقد ليس شيء سيء هون فقد مثل انتقال الصديق انتقال من مكان لمكان أو رحل إلى مكان ثاني أو انقطعت الاتصالات أو خرب تليفونه وانشغل بالكن عليه فهناك نهاية لشيء ما غير محدد بكرة بعود انعكاسه عليكم بنوع من التفكير ومراجعة حسابات وشوي تقلق نفسي على السعيد النفسي فقط أمام النواحي الأخرى فالوضع جيد وأموركم ماشية وعندكن حماس ولكن بس تضخطوا بكرة مجرد الحزن القليل أو التفكير يا الله ليش صار معي هيك طيب ليش أنا طيب ليش مش فلان يعني شوي من هالنوع هيدا مرسي كتير لجميع شكرا كتير للكون إن شاء الله يكونوا جميع عم بيتابعوا الأبراج اليومية عملوا اشتراك شير و لايك سبسكرايب علوا الجرس ليجيكون اشعال بس المباشر وشاركوا البقيين اللي سماء عرفوا انه في أبراج يومية تصبحوا على خير باي